السلام عليكم ورحبا بكم معي في مطبخ ايمان بسم الله على بركة الله في اينا ثلاثة كؤوس من دقيق العنبا دقيق الابياض بالعبارة الكاز العنبا مايو عادة 300 كرام كاز واحد كياخد تقريبين 100 كرام ديال دقيق الابياض غاد نغرب له جيدا بعد ما غربت الدقيق ضفت قليل من الملح غاد نخلط الملح مع الدقيق جيدا وغاد نضيف 100 كرام من الزبدة ديالة مارغارين او الزبدة ديالة توراق هنا غاد نحكها قليلا في الحكاكة بمساعدة الدقيق كيف موضح في الفيديو الا كنت عندكم انا عندي هنا زبدة شوية قصحة الا عندكم زبدة طرية بلا ما تديروها كاف الحكاكة فقط انكم تبسوها او لا ترملوها مع الدقيق كيف غاد يتلاحظوا معي من بعد الزبدة جيدا كيف موضح ضفت هنا تقريبا كاس ديالة الماء ما عمروش مزيان اللي هو لا يجماليه العجين ديالي بالنسبة لما ما تكتروش لما يعني انفوها تديرو تقريبا كاس العنبة كاس الى ربع ديالة الماء ديالة العنبة اللي هو لا يجماليكم هاد العجين اه هو لا يجماليكم هاد العجين سوف نجمعو كيف ما موضح وندخل الدقيق مزيان في العجين ونخليه ارتاح تلاجه الى حين استعماله كيجي مورق كيجي كأنه بطفيتي او للعجين مورق بلا تلك بلا تشي حاجة كيجي رائع وبمكونات سهلة كيف ما هو موضح وبدوني مجهود وبدوني دل كيف ما هو موضح انه فقط انه كنجمع غير الطقيق كنحاولو ندخلو في العجين سوف نخلي العجين ديالي برد ونطلقوه سوف هنا من بعد ما خليت العجين ديالي يرتاح ليه في تلاجه بينما وجدك الحشوة ديالي الحشوة بسيطة سوف تلاحظه معي في معباد واخديت العجين ديالي قسمته الى جوج كوائرات سوف ندلكوه أو نورقوه بمساعدة الدقيق سوف نشكل جوج كوائرات يكونوا تقريباً من نفس القياس لانه سوف نبعد مشكلة جوش كويرات ديالي ديال العجين يكونوا من نفس القياس كيف ما لاحطوا خديت هنا صرصة ديال البيزا اللي غادي ندهن بها اه دائرة واحد دائرة اللي حتتها كفطة ديال الفران شيتها بالقليل من الدقيق ممكن استعملوا ورق الزبدة الى بوتو او الورق الفرن خليت هنا واحد نصف بصالة متوسطة الحجم اللي قطعتها هلالية جد رقيقة وسطيتها اولا قليتها في قليل من الزيت المائدة قليل من الملح صفوق اللي تحتها دبالت اولا تحت نزلات الياج كالبسيلة وحتتها هكا فوق اه السلصة ديالي ديال البيزا كذلك خضيت هنا ايا الفلفل خضراء حلوة اللي قطعتها هلاليات كيف ما هي مضح رقيقة وسطيتها بنفس الشي والقليل من الزيت والميلح ممكن تضيفه كذلك الفلفل اسود الى بغيته والحشوة اه اختياريات ديرو اللي بغيتو هنا اضفت اه الطونة المصفة من الزيت ممكن تستعملو اللحم المفروم او لسودور ديال الدجاج او لديك الرومي او للا دند او ما يسمى بلا دند تقطعوا مربعات صغيرة وكذلك تسطيهم في القليل من الملح والابزار او الفلفل اسود وهنا حكيت شوية ديال جبن الموزاري له ممكن تستعملو فقط الجبن الاحمر غدي نحك اه كيميا من الجبن موزاري له وكذلك كيميا قليلة من جبن الاحمر هنا امتيتك نحك اه الجبن الاحمر صفي حوشوة سهلة بسيطة ممكن تزيدو فطر اه المعلب بتكونو تسطيه او اللا قليته في القليل من الزيت والملح والابزار وبودرة ديال توم كجو رائع او لكذلك تديرو اه الزيت والاسود كذلك تضيفوه ايلا بغيتو صفي اخديت هنا اه الدائرة تانية ديال العجين وحطيتها فوق اه الحشوة كيف ما ما ممضح وبديت كان نزير عليها من الجوانب ماشي مشكل الى كانت السلصة اه كتلسق لانه من بعدها تلاحظو ما ديش تتحلم عوالو صفي اخديت هنا السكين وغادي نبدأ نقطع اه البيتزا ديالي على هذا الشكل يعني كل اه خط كندير المقابل ديالو كيف ما ما ممضح سوف نكمل على هذا الشكل ونخليكم على فيديو تشوفو طريقة ديالي ديت حضير هاد الفطيرة على بما داق البيتزا كتجا رائعه وغنية يعني التعريف هاد الفطيرة اللي ارى معروفة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة هنم بعد مالفيت ادوك المتلاتات اللي قطعنا كيف ما نضح في الفيديو كانظر ان الفيديو ره واضح غادي ندهن هاد الفطيرة ديالي خديت هنا واحد كيمياء زيت الزيتون تقريبا ملعقتين كبيرتان الى ثلاث ملعقة كبيرة من زيت الزيتون اه رشيت عليهم قليل من الزعتر وغادي ندهن بهم هاد الفطيرة ديالي كتعطيها واحد لقرمشة رائعة وكذلك اعطيها واحد اللون رائع اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة تصيف فضل حرارة خفيفة تجي رائعة و تجي واحد اللابات ديالها تجي رائعة كأنك استعملتي لابات فيويته وانتي فقط استعملتي واحد العجين ليس جد سريع و جد رائع بنسبة دهن جد قليلة كيف ما لاحظو فقط 300 قرام من دقيق استعملنا فقط 100 قرام من الزبدة وحصلنا على هذا الفطيرة اللي رائعة جدا كنت منها هتنال اجي عجبكم وهذه هي وصفتنا ديال اليوم بسلام عليكم حتى اشي فيديو اخر ان شاء الله مع وصفات جديدة وما تنسوش ترجعوني بلا لايك و تفركني الرائعة لكم في التعليقات